أتحت الدورة السابعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة المنعقدة افتراضياً بجونيفة الفرصة للعديد من المناضلين ومنظمات حقوق الإنسان للتنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر وتجنيدهم القسري في ميليشية البوليزاريو وفي هذا الإطار دعا البروفيسور والناشط في مجال حقوق الإنسان الأحمد إبراهيم مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل لوضع حد لاستغلال الأطفال في مخيمات تندوف مبرزاً مسؤولية الدولة الجزائرية في الانتهاكات المرتكبة بالمخيمات المذكورة على التراب الجزائري وأكد الأحمد إبراهيم في مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان أن الأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف لا يتمتعون بالحد الأدنى من حقوقهم ويتم تجنيدهم قسراً في صفوف ميليشية البوليزاريو المسلحة وأضاف الأحمد أن هؤلاء الأطفال الذين الفصلوا عن عائلاتهم في سن مبكرة يتلقون تدبير على حمل الأسلحة والمتفجرات وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي واستنكر الأحمد يصور والفيديوهات التي تم تسجيلها في مخيمات البوليزاريو والتي تظهر أطفالاً جنود حجمهم يتعدى بالكادة البندقية الرشاشة التي يحملونها